بقولك ايه شافتنا وقالتلي جزع انت عارفة عاملة زي ايه زي عيلا عندها 17 سنة ابوها ولا اخوها شاتها ماشي مع زميلها في الشارع اتخضت وعدت تعيط وبقت مرعوبة ترجع البيت ومش عارفة تعمل ايه اه انا بقى بالزبط عاملة كده هارف ليه عشان مش بحيبة تحط في مواقف وحشة مع ولادي يا ست ما تبقاش حساسة كده انت ما عملتش حاجة غلط ايه لا طبعا بعمل حاجة غلط ولو قلنا غير كده انا بقى بنتحك على روحنا في ايه انا ست متجوزة كنتي كنتي ودلوقتي من حق هو ايه من حق الله هو انا جوزي مات من سنة ده يا دوب ما بقالوش كم يوم والكلام يدخل العقل ده ابوهم يعني روحوا فيه بصراحة عمري ما شفت معي يوم وحش اللي بس موقف غريب كده عرفتوش غير بعد ما ميت موقف ايه ما علينا قولي اعمل ايه عشان اطلع من المطاب اللي انا موجودة فيه ده بسببك ونعمل ايه يعني مش فاه قولي ايه القاية عشان تقتنع اللي مفيش حاجة بيني وبينك طب وليه مش العكس اروح لهم واتخذك منهم ده انت بتهرك بجد بقى انا اصلا قاعدة معك مرعوبة حسن حد من تلمزتي يشوفني اللي تبقى في ضيحة تضيحة مرة واحدة اعودي بس اعودي ما تبقىش اوفر كده انا مش فاهد بيها ايه اتنين قاعدين مع بعض فيه بينهم وبين بعض شغل بزنس يعني طبيعي جدا انه نتقابل ونقعد ونتكلم يا طارق افهمني عندي مشكلة كبيرة جدا مع ولادي موجودك حيكبرها اكتر فيها شهيرة انت ما كنتش بتخب عليها حاجة ده انت كنت بتحكيني كل حاجة عشان خطر يا طارق انا مش هامل اعتاب دلوقتي قولي اعمل ايه عشان اخلص من الورطة اللي انا فيها دلوقتي اشتركات السنوية باعلانات وبدون اعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية